موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة يو اي تي في الأوكرانية في العاصمة كييف أنا محمد زاوي وهذه أبرز العنوين واشنطن وطهران تطالبان بعضهما البعض بسحب الجنود من سوريا بتهمة الفساد اعتقال عمدة مدينة أوديسا ونعبه في أوكرانيا نحن نعيش في ظل الديمقراطية مشروع تعليمي لتعريف الأطفال الحقوق والحريات في أوكرانيا أهلا بكم بداية قال وزير الخارجي الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم خلال زيارة للأردن إنه على إيران صحب جنودها والقوات التي تدعمها من سوريا مشيرا إلى انزعاج الولايات المتحدة من المواجهة في الآونة الأخيرة بين إيران وإسرائيل وأضف تيلرسون أن الولايات المتحدة لديها خطة متطورة للسلام في الشرق الأوسط كان يجري تطويرها منذ عدة أشهر وتابع أن الولايات المتحدة تحتاج لإيجاد سبيل لمواصلة العمل في تجاه واحد مع تركيا حالفتها في حلف شمال الأطلسي وعرب عن أمله في إجراء محادثات بشأن التعاون للحد من التهديدات لتركيا نحن قلقون جدا إزاء الحادث الأخير بين إسرائيل وإيران داخل سوريا وأعتقد أن هذا يوضح مرة أخرى أن وجود إيران في سوريا يزعزع الاستقرار في المنطقة ونعتقد أن إيران بحاجة إلى سحب جيشها وميليشياتها من سوريا والسماح لبعث الأمل لعملية السلام في جينيف وردا على تصريح تيلرسون قال على أكبر ولاية المساعد الكبير لزعيم الأعلى الإيراني اليوم إن تواجد العسكري الإيراني في سوريا مشروع وجاء بناء على دعوة من دمشق وأضاف من يجب أن يغادروا سوريا هم من دخلوها دون إذن من الحكومة السورية الشرعية على حد قوله قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يونس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إن الحلف يعتزم إنشاء مقرين جديدين مرجحا أن يكون في الولايات المتحدة وألمانيا ستولتنبرغ أشار إلى أن المهمة الرئيسية للحلف هي اعتماد الهيكل الجديدة لعمل مراكز القيادة ومن المنتظر أن يتخذ القرار النهائي بشأن هذه القضية خلال اجتماع مجلس نيطو على مستوى وزراء الدفاع والذي يعقد اليوم وغدا أعضاء الحلف سيناقشون قضايا متعددة في مقدمتها قضايا الدفاع والأمن والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودور الحلف في مكافحة الإرهاب الاجتماع على مستوى وزراء دفاع الناتو سيناقش هيكل عمل مراكز القيادة الجديدة وأمل أن يتخذ الوزراء قرارا بإنشاء مقر مشترك لمنطقة المحيط الأطلسي لتقديم الخدمات اللوجستية والدعم ونريد أيضا إنشاء مركزا لمكافحة الهجمات الإلترونية في المقر الرئيسي لمنظمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل الخطة الأساسية هي تعيين هيكل لمهام الموظفين كشف تقرير عدة الاستخبارات الأمريكية وأعلنه رئيس المخابرات دان كوتس كشف بأن روسيا ستواصل حملتها العسكرية والسياسية والاقتصادية لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا وستسعى لتقوير جهود أوكرانيا الرامية إلى الاندماج في الاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات مع حلف النيتو وجاء في التقرير أن الهجمات الإلكترونية تعد من بين وسائل الضغط التي تمارسها روسيا حيث يتوقع أن تكثف الاستخبارات الروسية خلال هذا العام هجماتها السيبرانية ضد الولايات المتحدة والدول الغربية وخاصة أوكرانيا نتوقع أن تقوم روسيا خلال العام المقبل بهجمات إلكترونية أكثر قوة وتدميرا ومن الواضح أنها ستستخدمها ضد أوكرانيا أيضا الحكومة الروسية ستعتمد مجموعة من العمليات في هذا المجال مثل تعطيل الشبكات وتسريب المعلومات في العام القادم ستواصل أجهزة الأمن الاستخباراتية الروسية استكشاف المؤسسات الهامة في الولايات المتحدة وعند حلفائها بما في ذلك حلف الشمال الأطلسي بهدف الاطلاع على المعلومات عن سياساتهم أعلنت الصفارة الأوكرانية في الولايات المتحدة عبر صفحتها على الفيسبوك بأن الولايات المتحدة خصصت ضمن الميزانية العامة لعام 2019 مبلغ 200 مليون دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا الدعم الأمريكي لأوكرانيا يهدف إلى تأمين المعدات العسكرية المتطورة وتحسين كفاءة الاستخبارات العسكرية وتعزيز أمن البلاد هذا من المنتظر أن يقدم الكونغريس الأمريكي موافقته النهائية على خطة الميزانية الأمريكية قريبا في موضوع آخر خصصت أوكرانيا ما يقرب من ثمانية مليارات هريفنا أي ما يعادل 300 مليون دولار لحماية المشاءات العسكرية ومخازن الذخائر وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت أن هذا البرنامج سيمتد لغاية 25 ألفين بينما سيخصص خلال هذا العام مبلغ نصف مليار هريفنا أي ما يفوق الثمانية عشر مليون دولار البرنامج يتضمن إدخال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الأمن ستعمل في المشاءات الاستراتيجية وضعت هيئة الأركان العامة خطة ذات أفاق واسعة لتطوير مخازن الذخائر في الترسنات والقوائد ومستودعات القوات المسلحة التي تهدف إلى التخزين الآمن للقذائف والذخائر في هذه المرافق ويتحقق ذلك بسبب البناء عليها من مرافق التخزين وإنشاء نظام أنذار الأمن والحريق يمكن الاعتماد عليها ومعدات لأنظمة المراقبة بالفيديو والكشف المبكر عن حالات الطوارئ ومكافحة الحرائق قال نائب مجلس الدومة الروسية السابق لأبونو ماريوفن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من قدم التعليمات المباشرة لضم القرم ليلة 22 فبراير إلى 23 فبراير 2014 وكان ذلك خلال اجتماع مغلق مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة تصريح نائب مجلس الدومة الروسي في إطار جلسات الاستماع المنعقدة في محكمة أوبولونسكي في كييف في قضية الخيانة العظمى لفيكتوريانوكوفيش ووفقا للنائب الروسي فإن قرار مصير شبه جزيرة القرم تم اتخاذه أيضا من قبل أربعة أشخاص آخرين إلى جانب بوتين وكان معظم هؤلاء الأشخاص ضد فكرة الضم المباشر القرم مفضلين سيناريو الاستلاء على أوسيتيا الجنوبية حول حقيقة التدخل بطريقة أو بأخرى في الإقليم الأوكراني كان مفهوما في خريف عام 2013 عندما ذهب ساستنا إلى هناك خلال أحداث الميدان للعمل في أوكرانيا ورأيت هناك ممثلين عن الإدارة الرئاسية تناولوا هذه المسألة وحول حقيقة أنها ستكون عملية عسكرية مرتبطة بتغيير الأراضي أصبح ذلك واضحا بالنسبة لي في بداية آذار مارس أعلنت هيئة حرص الحدود الأوكرانية توقيف عمدة مدينة أوديسا هنادي ترخانف لدى وصول إلى مطر بوريسبل في العاصمة الأوكرانية قادما من وارسو العاصمة البولندية حيث تم تسليمه إلى ممثلي مكتب مكافحة الفساد الأوكراني المحاققون أطلعوا ترخانف على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه وقاموا في وقت لاحق باعتقال نائبه بافلو فوهلمان بعد وصوله من تل أبيب هذا ويواجه ترخانف وثلاثة مسؤولين آخرين تهمة اختلاس الأموال العام كان مكتب مكافحة الفساد قد بدأ في نوفمبر 22 عام 2016 التحقيق في قضية الاستلاء على المبنى الإداري التابع لمصنع كريان من قبل مجلس المدينة في أوديسا أطلقت وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية اليوم بالتعاون مع الخبراء السويديين مشروعا تعليميا على الإنترنت بعنوان نحن نعيش في ظل الديمقراطية يهدف إلى تعريف الأطفال بالحقوق والحريات وفقا لنموذج الأوروبي الموقع الإلكتروني يعرضه جميع المواد اللازمة للمعلمين من كتيبات ووثائق ورسوم توضيحية كما أنه مترجم إلى عشر لغات ومتاح للجميع المشرفون على هذه المنصة يؤكدون على أهمية دور المدرسة التربوي في حث تلميذ ليكونوا مواطنين نشطين في بلادهم جو من البهجة والسرور أضفاه رقص الفارس والرنبا بمصاحبة فرقة موسيقية عسكرية على المسافرين عبر مطار بوريسبول الدولي في العاصمة كيف مفجأة أعدها المنظمون بمناسبة عيد الحب هذه الفعالية تم الإعداد لها من قبل أوركستر الحرس الوطني في أوكرانيا وفرقة البالية تابعة لأكاديمية فنون السرك هاي تقاموا بأداء لغاني الرومانسية ودعوة المسافرين للمشاركة في الرقص المطار هو المكان الذي تظهر فيه المشاعر الحقيقية هنا يجتمع الناس ويتفرقون أحيانا لذلك قررنا اليوم أن نهنئ ركابنا بهذه الطريقة غير الاعتيادية إذا ما نشرت اليوم قدمناها لكم من قناة UATV الأوكرانية في العاصمة كيف المزيد من الأخبار تابعوها عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر شكرا على حسن المتابعة ودومتم في رعاية الله اشتركوا في القناة